هل جربت سابقا استبدال ساندويتش البورغر البقري ببورغر من البقوليات؟ العديد مننا بدأ برؤية مثل هذه المنتجات في المطاعم ومتاجر السوبرماركت لكن الأرقام تكشف عن اهتمام الكثيرين بهذه المنتجات إذ أن مبيعات اللحوم البديلة أي المنتجات النباتية التي تمثل طعم اللحوم وصلت إلى 550 مليون دولار في 2012 في الولايات المتحدة وهو ما يشكل زيادة بـ 8% عن 2010 في حين أن سوق المنتجات النباتية تقدر بـ 28 مليون دولار سنويا طبعا هذه السوق لا تزال ناشعة وبالتالي فإن الأرقام المتوفرة لا يتم تحديثها بشكل متواصل في المقابل فإن قيمة سوق لحوم البقر في الولايات المتحدة أكبر بكثير من ذلك وتقدر بـ 88 مليار دولار سنويا لكن مع الوعي البيئي والنموذ سكاني فهناك موجة باتجاه الاستثمار في اللحوم البديلة ليس فقط من باب توفير خيارات أكبر أمام النباتيين وإنما بهدف توفير مصادر غذاء صحية وبإسعار تنافسية لتلبية الأحتياجات المستقبلية وتخفيف هدر الموارد الطبيعية تجدر الإشارة هنا إلى أن إنتاج 450 جرام من لحم البقر يتطلب نحو 6800 لتر من المياه وهي كمية كافية تسمح للشخص الواحد بالاستحمام 100 مرة أم 450 جرام من دجاج فتتطلب نحو 1800 لتر من المياه ومقابل 1700 لتر من المياه لإنتاج 450 جرام من الأرز و408 لترات من المياه لإنتاج ذات الكمية من الذرة أم 450 جرام من البطاطا فبحاجة إلى 450 لتر من المياه مع العلم أن 450 جرام من الشوكولاتة تتطلب 12 ألف لتر من المياه أي نحو الضعف ما يحتاجه لحم البقر من هذا المنطلق تشهد سيليكون فالي في الولايات المتحدة توجه مجموعة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا للاستثمار في اللحوم ومنتجات الألباني المصنوعة من النبات أبرز هذه الشركات هامتون كريك التي تأسست عام 2011 بعدما حصلت على 120 مليون دولار من مجموعة من المستثمرين من بينهم خسلة فينتشرز وهورايزن فينتشرز إضافة إلى أغنى رجل في آسيا الملياردير ليكا تشينغ وأيضا هذه الشركة تنتج المايوناز والحلويات التي لا تعتمد على المتجات الحيوانية هذا إضافة إلى إمبوسبل فودز التي تأسست في عام 2012 وحظيت باستثمارات بـ 75 مليون دولار من عدد من المستثمرين من بينهم مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس وخسلة فينتشرز إضافة إلى جوجل فينتشرز وأيضا الملياردير ليكا تشينغ وهي تنتج اللحوم والأجبان من النبات وتعمل على ابتكار أول بيرجر نباتي مماثل في مذاقه وملمسه للحم البقر غير المطهو كاملا أما بيوند ميت التي تأسست في عام 2009 وبعض منتجاتها باتت متوفرة في الأسواق الأمريكية منذ عام 2013 من بين المستثمرين في هذه الشركة بيل جيتس إضافة إلى بيل ستون وأبن ويليمز وهم من مؤسسي تويتر نهاية بانتظار ما يحمله المستقبل يبقى الوقت وحده كفيل بالكشف عن مدى نجاح هذه التقنيات في المساعدة على تأمين الغذاء لأكثر من تسعة مليارات نسمة متوقعة بحلول عام 2050 وخمسين